بهدف مناقشة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا ترأس وزير العدل وزير الداخلية المكلف الدكتور بسامة تلهوني في مبنى وزارة الداخلية ترأس اجتماعا اليوم شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وأكدت تلهوني أن الاستهتار في ارتداء الكمام يعد إعاقة للجهد الوطني في محاربة الوباء ومن ينكر وجود المرض ينكر على الآخرين حقهم بالحياة وشدد الوزير التلهوني على أن أوامر الدفاع ستطبق بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة وسيتم تنفيذ حملات على وسائل النقل العام لمراقبة مدى التزام أو الالتزام بارتداء الكمامات وزيادة عدد الفرق التفتيشية بشكل أكبر وتضمن الاجتماع الموافقة على تكتيف الحملات الأمنية والتفتيشية على وسائل النقل العام وقيام الجهات المعنية بإلاء موضوع الرقابة والتفتيش العناية اللازمة لارتقاء بمستوى الأداء وبما يحقق الغايات المرجوة لتقليل مستوى انتقال العدوى والحد من آثار الجائحة بالإضافة إلى توجيه الفرق التفتيشية بشكل مركز إلى بعض المناطق المستهدفة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس والاعتماد على المعلومات والبيانة الواردة من الميدان ترجمة نانسي قنقر